السلام عليكم شباب اخواني مثل ما نشوفون درجة الحرارة هسه هاي الايام صادة يعني دخلنا بالصيف الحقيقي مثل ما نقول والدجاج حارة عليهم نستخدم الهن مبردة شيني الطريقة اللي نستخدمها وش وقت وشلون اذا كان القفص مفتح من الجوانب مثل هذا اللي عدي يعني مثل طبيعة هذا القفص او بالسطح اخوان ومفتح من الجوانب يعني بي ار سي او سيم شوفش خاله انت خليلهم مبردة كونفيرا او غير كونفيرا او مروحة بس افتح الحلفات مالتها والغي الواتربوم يعني مجرد هو بالرغماني خالهم يعني بمكان في اشجار دائر ما دائر وخال عسقو في مالتهم سعف وهاي بس الجو حار يعني اربعين ترى كلش حارة داخل القفص وهسه وراء الظهر يعني والدرجة الحرارة اربعين فاخواني نسوي مثل هاي الطريق لان اذا تخليلها واتربوم وحلفة الدجاج يتمرض اخوان فتلغي الحلفة تشيل الحلفة مال مبردة مثل هاي الطريقة وتلغي واتربوم ليش نشيل الحلفة على ما تدفع هوا اكثر منتخلي الحلفة راح تختنق المروحة فنشيل الحلفة على ما تدطي هوا اكثر بس هوا واذا عندك مفرغة اي شي مروحة عادي بس اذا القفص مالتك مغلق يعني قال هين داخل قفص مغلق او غرفة او بيتونة او قاعة صغيرة فخليلهم مبردة بيها حلفة وراح اعفلكم بنهاية الفيديو فيديو ثاني وصلك الى شلون نربط المبردة على هذا الجهاز الالف ومية اللي الاوتوماتيك يعني هي من كيفة تفصل الحرارة ورب يوفق الجميع واشكركم على المتابعة والمشاهدة وهاي فيديوهات اثنين اذا يعجبكم ودخلوا عليها وتفرجوا ورب يوفق الجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة